السلام عليكم عليكم السلام وانتوا في صحة وسلامة شجع الهلال كاس السوبر هذي احلى عيدية عيادنا فيها الهلال احلى عيدية يعني جايب شي جديد ذبحتونا يا اخي كل شوي بطولة شا السالف انتم معاكم شجع الهلال بكل بساطة شجع الهلال تأخذ بطولات ذبحتونا يا اخي لا اعلام ولا لاعبين ولا مدربين اوالي بس خنتي مئ لحبة اسمح راح ارد عليك تبي شي يا اخ اخ يصبر غرب السلام عليكم هولو من العيدين يا هولو يا هلو والله من الفيزين يا هلو والله وسهلة اخي واضح من عويناتك انت نصراوي اتحادي وتلط ما تبي احد يشوفك ما تبي احد يشوفك تعال بناقشك بالكورة يا اخي عيد تعال بناقشك تعال بناقشك نوضعي تمام الحين جددنا مع جيسوس وجددنا الثقة في المدرب والموسم هذا راح عليك والموسم الجاي راح عليك تعال 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 باخذك محتوى تعال بعيدا عن مهاترات الجماهير والطقطق اللي صارت في العيد مبروك للهلال حصد اول لقب لا في هذا الموسم وحظ اوفر لنادي العميد نادي الاتحاد ماذا حدث في المباراة وماذا بعد تحقيق الهلال لأول بطولة وكيف كسب نادي الهلال للبطولة وماذا سيكسب في المستقل كل هذا في برنامج السيست العظيم قبل ان نبدأ ثلاث اشياء الاشتراك الايك اكتب اي شيء بالتعليق وشيل المهتمين بسم الله وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله وأوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا يا عبد الرحمن وكل عام وأنت بخير وكل عام وأنتم بخير جميعا تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال معايدة متأخرة كل عام وأنتم بخير وكل عام والمستمعين ان شاء الله بصحة وسلامة خلنا نشخص مرة ثانية أصبر كل عام وأنتم بخير مرة ثانية مع التشخيصة الجديدة تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال كيف تشخيصتها والله طلعت رسمي يا أخي أنا طالب انك بكل حلقة تطلع بثوب شماغ لا لا هذه رسميات زائدة كل عام وأنتم بخير تقبل الله مننا ومنكم وعيدكم مبارك كل فرد في هذه القناة والله يسعدكم جميع والله يتقبل مننا ومنكم والله يعيدوا علينا وعليكم بالصحة والعافية وثاني شي يا عاصم ألف 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 شكر لصراحة لكل شخص دعمنا لأنه الآن يا عاصم حنا باقي لنا مئتين وندخل على خمسة عشر ألف مشترك وبرضه حققوا طلبنا في الحلقة الماضية وصلوا الألف لايك الله يسعدهم ومجزاكم الله خير الهلال يحقق يعيد يا جماهيرو بطولة السوبر أحلى معايدة أحلى معايدة الجمهورة وقت العيد هذا حساس في ناس زعلانة وفي ناس فرحانة فكان الله فيعون الزعلان ومبروك للفرحانة وزد على ذلك أن الفوز معنوي قبل اللقاء نادي العين فالهلال الآن في أعلى مراحل النشوة والدمامين نبدأ؟ نبدأ بسم الله نبدأ ونقول اللي ما ينقال يا سلام عدا نذنك يا عبد رحمة بنزل أشماغ إيه حنا مش كاتبين حنا بالبايو قناعة شبابية قناعة شبابية بدون أي رسمية بالضبط أكيد أكيد بعدين أشماغ له وقته وله مكانته يا سلام عليك يا عصر أنا أمشي عيدنا المتابعين والآن نزل أشماغ الهلال والاتحاد يا عبد الرحمن النهائي المنتظر في ثاني أيام العيد الفضر المبارك بس أريد أن تشيل العقال عشان يعني أيوة رتبها يا سلام عليك طيب نتكلم الآن عن مباراة الهلال والاتحاد وحلقة صراحة مرتقبة ونعتذر من المتابعين أم الصراحة ما صورنا تعرفون مشاغل العيد والواجبات تجاه الأقارب والنصر أسلم 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 خش في صلب المباراة الاتحاد يلعب بتشكيلة 4-4-2 يا سلام نادي الهلال كما عودنا بالتشكيلة مع غياب اللاعب مثروفيتش باستثناء صالح الشهري بدين عنا نحب داني للعب مباراة النصر بالضبط فخلنا أول شيء يا عاصم نبي نتكلم الآن عن المباراة وتحديداً للتشكيلة هل أحسن المدربان الاختيار خلنا أول شيء نبدأ بالاتحاد الاتحاد خامس مباراة لقاياردو وسادس مباراة مجملة لنادي الاتحاد يلعب ضد الهلال الاتحاد يلعب كل أشكال في الملعب ضد الهلال اليوم تشكيل جديد توظيف الأسماء جديدة أسماء جديدة تلعب كل الاتحاد يبحث عن تغيير التشكيل إذا أنت غيرت التشكيل خذها قاعدة هل الاتحاد في المباراة جته دقائق ولعب شكل جيد نعم صح أو لا نقول من بعد الدقيقة خمسة عشر وبعد الملنتي لعب الاتحاد دقائق ممتازة في الشوطة الأول لكن ماذا ما بعد هذه الدقائق الاتحاد في كل المباراة يلعب دقائق يتسلطن فيها في المباراة بس هذا لا يكفي أنك تحقق الفوز تغيير الشكل تحت الصدمة عند الفريق الآخر أنه كيف يكتشف هذا الشكل فأنت في هذه الدقائق رح تلعب لكن ما بعد هذه الدقائق ستنكشف جميع العيوب لهذا التشكيل كون أنك أنت أنت ما بنيت هذا التشكيل على سيستم معين أنت ما بنيت التشكيل هذا على إيش على سيستم معين نادي الاتحاد يدخل بفكرة صالح العمري كلاعب طرف رومارينو كلاعب طرف بنزيمة وحمد الله لكن القضية هي أربع ثلاث ثلاثة صالح العمري لما يقصر الاتحاد الكورة هو محور ثالث كانت بفرحة رومارينو حمد الله بنزيمة على الطرف أربع ثلاث ثلاثة كشكل دفاعي الثلاثة كامل متأخر في الحالة الدفاعية وفي الارتداد يعني الهلال لما يلعب في ملعب الاتحاد الثلاثة تقريبا متأخر في شكل الدفاعي فتحصل الحمل كله على ثلاث الوصف طيب الآن يا عاصم خلنا نتكلم عن تشكية نادي الاتحاد منفند إن شاء الله بالهلال بس نادي الاتحاد أول شي شفنا اللعب كريم بنزيمة طرف مش الحكمة من وضع الطرف المدرب حيوجد إذا ما عندي أنا سيستم حيوجد شكل أحاول فيه في كل المحاولات يا عبد الرحمن في كل المحاولات اللي حاول فيها الاتحاد راح يلعب 20 إلى 25 دقيقة بيكون هو الطرف الأفضل في المباراة الطرف الأفضل مو معنى أنه يهاجب بس الطرف الأفضل أنه منظم بشكل ممتاز خطوطه متقاربة يتناقل الكرب بشكل سلس جدا لكن هاي 33 تكفي إما تضرب فريق منظم وعنده سيستم مثل نادي الهلال السيستم يا أخي هذه الحلقات تثقيف للمشاهد السيستم ماذا يعني السيستم؟ السيستم تقدر تفعله في أي وقت السيستم تقدر تفعله في أي وقت حتى لو انهار السيستم حتى لو أقصد أنه إذا كان الفريق الأفضل أن نلعب في هذه المباراة السيستم يخليك ما تنهار عندك أساس أنت ما تنهاره في المباراة الاتحاد شرط الثاني ينهار ما عنده سيستم ما عنده نظام يحتويه يحتوي هذا الفريق فلذلك الاتحاد في كل المباراة السابقة مباراة آسيا مباراة الدوري يلعب دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة لكن هذا الوقت طيب الآن الشرط الثاني وخذنا نقول الاتحاد في الدقائق الأولى يظهر بشكل ممتاز بعدين نادي الاتحاد يتراجع تارفة 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 لين يفقد زمام الأمور السبب لياقي ذهني سوء في التنظيم سوء تناغم ما بين اللاعبين وش أكبر عامل يجعل نادي الاتحاد ماذا يعني كلمة سيستم في كرة القدم هذه الحلقة ما راح نتكلم عن تفصيل المباراة لأن الهلال ينتصر بالنظام أشوف أبتكلم في هذه الحلقة بشبه تشبيهات عشان المشاهد يحاول أنه يستوعب الفكرة بطول في هذه الحلقة هذه تثقيف للمشجع ونا بنتغنى في الهلال اسمع يمكن أنت يا عاصم أكثر كلمة تقولها في الحلقات دائما سيستم سيستم الهلال سيستم الهلال وش تكصد بسيستم؟ الدول العظيمة هي اللي تمتلك نظام قوي صح؟ صحيح الفرق القوية اللي تمتلك نظام قوي نظام قوي بمعنى بلايقيا 100% تكتيكيا 100% ذهنيا 100% تواصل اللاعب مع مدرب 100% اللاعب يستشعر بالمسؤولية 100% اللاعب يطبق تعليمات المدرب 100% مو 100% صعب أنه نقول بميبس 90% 95% 80% 85% واضف إلى ذلك أنه اللاعب يغطي عيوب زميلة استشعار المسؤولية التعاون مع الزمنا يعني تحصل أن الاتحاد لعني لما تلاحظ أن الاتحاد الثلاثي اللي في الأمام ترى مطالب بأدوار دفاعية لكن تحصل بزيمة متأخذ تحصل أن الاتحاد يلعب بهذا الشكل عندما نقول النظام بمعنى بدون ثغرات الهلال يحقق 34 انتصار متتالي بسبب النظام وجودة النظام في تطبيق النظام أنت يا عاصم تقول الثلاثي معزول تمام نستذكر مبارات النصر كنت تقول الثلاثي معزول لما نتكلم عن النصر 3-0 هل الهلال يجب للخصوم أنه يقص الخصم يعني ثلاثي منعزل ويحشر الوسط مع الدفاع أو أنه خلل من نفس الفريق أنه الهلال ما يجب خلل من نفس الفريق لكن الهلال يضع عمق قوي في كشف هذا الخلل هو الخلل موجود الاتحاد هذا الخلل موجود بس أنت ما تشوف الخلل لأن الهلال لأن الاتحاد يخفيه لكن لما يقابل فريق منطل حيكشفك أنت الآن في ناس تستهزئ أو تطاقطق يعني في نظام البرمجيات أنت لما تجيب نظام قوي نظام قوي يدخله في جهاز تقليد حيكشف لك الثغرات أنت بدخل نظام قوي في جهاز تقليد حشك شف لك نفس الاتحاد الهلال يلعب بالنظام فهو يكشف هذا الفرق الكبير لما تلعب وفي فريق مثل الاتحاد ما يمتلك نظام وهذا يمتلك نظام يخي تقول للاتحاد هذا ليش يطلع بهذا الشكل يخي كيف يفوزه مباراة الماضي لأنه مخفي هذا العيب مخفيه قوة بعض الأفراد أنه يلعب ضد فريق أقل منه فهو يخفيه لكن الهلال يكشف لك كل شيء لأنه عنده نظام طيب فهمت خلنا نتكلم عن المباراة الاتحاد يدخل بالأربعة ثلاث ثلاثة صالح العمري كفكرة أنه نصف أنت لما تسأل الهلال كل أهدافه من العمق أنت سألتني هذا السؤال وأنا أنت منك تسأل وأنا بس بك لماذا لما تشوف هدف مالكم بصناعة الصالح الشهري اخترق من العمق لما تشوف هدف سالم أنه دخل للعمق وشات لما تشوف أغلب أهداف نادي الهلال من العمق يعني هل الخطأ من التناغم ما بين قلوب الدفاع والمحاور ولا من قلوب الدفاع نفسهم ولا سرحان من الحارس عبدالله المعيوف وش الخلل بالضبط الهلال يسجل ضد النصر بأشكال صح؟ يسجل على الاتحاد بأشكال الهلال يا أخي شلون أقول لك الهلال يعني أنت تتقفل عليه مكان النظام يروح يضرب لك مكان آخر يتقفل عليه هذا المكان هيضرب لك مكان آخر يعني الهلال نادرا أنك تشوف أنه يضرب نع عمق صاح؟ ولا لا أنت الآن فكرة الاتحاد أنه لما يوظف صالح العمري كمحور ثالث هو مجبر أنه صالح العمري بمجرد أنه متأخرين أطراف نادي الاتحاد في التغطية ومطالبين المحور اللي مين كانت فرحه واللي شاره أنه يضلع لأطراف الملعب فبالتالي بتمتشف مشاحاتي مين كانت مشارة كانت فتلاحظ الهلال يلعب في هذا المشاحات يشرح ويمرح يعني الاتحاديين أو خلنا نقول لعبين الاتحاد والمدل بقى يرضوا على باله أنه نادر الهلال ممكن بسلوبه الماضي أنه يعتمد على اللاعب سعود عبد الحميد مع ميشيل وبرضه يعني يا سلام لكن في هذه المباراة لا شفنا كل شيء عمقه أنت أنا قلتها لك قبل الهلال مثلا مثلا ما تقول متى تفوز على الهلال الهلال تشكر عليه نقطة يضرب فيها ترى بيضربكم من النقطة الثانية يعني أنت تشوف الهلال هكر يهكر البرمجيات الهكر له نقطة ضائف ما فيه هكر قوي النظام الصلب يتصدل أي هكر الهلال يكشف هذا يعني هذا السيستم الجديد كشفه الهلال من الدقيقة الأولى كشف هذا النظام لكن الهلال ما كشف نظام الاتحاد الهجومي فبالتالي الاتحاد يشكل خطوره في الشيطة الأول لكن بعدها خلاص الهلال ركب المباراة الهلال إذا ركب المباراة صعب تفكر الهلال هو نادي الهلال نادي الهلال تحس دائما يستوعب الخصوم أنه ممكن في أول الدقائق تشوف الخطورة بعدين تحس أن الهلال يركبك يركب الليتم يركب كل شيء خلنا أنه بنتكلم عن النقطة وتكلموا فيها الجماهير لماذا صالح الشهري أفضل مباراة لصالح الشهري في مسيرته كاملة مع نادي الهلال أفضل مباراة على المستوى الجماعي ويحسوا مع المجموعة بس ما سجل كيف أفضل مباراة أفضل مباراة لصالح الشهري الكرة القدم مي بالتسجيل بونو يسجل أن تحكم على اللعب بالتسجيل لا أو تحكم على كل بس مهاجم ما سجل يا سلام أنت صح لما تأخذ وظيفة المهاجم أنه يسجل صح صالح الشهري متفاعل مع المجموعة بمعنى أنه عشر ثواني ما يسرح مع المجموعة دائما متفاعل الهجمة مع نادي الهلال في طرف هو يميل للطرف لتحضير الهجمة كمحطة تلاحظ صالح لما يميل المهاجمين أنت دائما تقول يميل التميل لازم أنت مع المهاجم بس هل أنت متفاعل مع التميل أم لا أنت تميل بس أنك تروح تميل بس لا لازم يكون في التفاعل واستيعاب أيوة صالح الشهري لما يميل يخلي المدافع في ظهره ويفتح مسار تمرير فبالتالي اللاعب يعني صالح الشهري لما يميل للطرف يأخذ حجازي معه أو لويز فبالتالي سالم يقدر يسند معاه أنه يضع مسار تمرير فهو يميل صالح صالح يلعب من لمسة وحده فهو متفاعل لماذا نادي الهلال يضرب بالأربعة يضرب بالثلاثة ويضرب يعني بنتائج كبيرة تمام دقيقة ما عنده مثل فتش ما هو موجود ويضرب هل الهلال عنده حلول تهديفية بسبب النظام عنده حلول تهديفية أكثر يعني يشوف خذلك معلومة جميع لاعبين نادي الهلال سجلوا هذا الموسم فيما عدا لودي أنت متخيل بسبب النظام النظام ما يعتمد على شخص الهلاليين يقولون نيمار نيمار إذا لعب في النظام سيحدث الفردية في نظام يتكون بالشكل الجمائي نيمار ما عنده استعداد أنه يغطي مكان آخر خلنا بتكلم هذه في جزئية الهلال نبن فرد في الهلال جزئية عندك شؤال عن المباراة تكلمنا عن دور صالحة الشهري تمام تكلمنا عن الشكل اللي دخل فيه الاتحاد الجديد اللي في كل مباراة يغيره ضد الهلال وتكلمنا عن الهلال اللي ماذا يضرب من العمق طيب سؤال بس يخص نادر الاتحاد ليش كيارض في هذه المباراة تحديدا وضع بن زيمة طرف الشكل الجديد وش يعني وش تتوقع كانت فكرة أو هل شاف مثلا نقطة ضعف بنادر الهلال لا أنه بن زيمة عنده حس على الطرف الأيمن لأنه ريال مدريد يمير كثير للطرف الأيمن ويدخل كريستان وكلاعب هجوم فهو يدخل من عمق الملعب يدخل من هنا ومرات ومرات كريستان هو اللي يصير محطة فيسند على كريستان وفهو يبغي يخلي فكرة أنه يسند على حمد الله ثم حمد الله يمرر البنزيمة هذه نقطة من نقاط أنه بنزيمة مهاجم شمولي بس أنت أصلا وظفتك لعب طرف مش كتشكيل أثناء المباراة أنت ثبتت طرف أنت معطي أوامر كثيرة أنه لاعب طرف أنت ما خليت في مرونة أنه لما نطلع كشكل هو يميل على الطرف كشكل نمطي أنت أصلا أوامر ما قبل المباراة أنه يلعب في هذا المساح فهمت؟ يعني ما هو شكل لاحظي شكل دائم أنك على طرف المدرب يوجد يحاول أن يجد حل لكن الهلال لن تجد الحل أمامه إلا بخلق نظام جميل حلو يا عاصم أطلع على اللي بعده طيب هذي عاصم متعلقة الآن حنا ليش تكلمنا الآن تحديدا تكلمنا عن هذا الهلال وضح للمتابعين في بعض المتابعين يجي لم يقول لي تغنى في الهلال لأنه يحقق أرقان قياسية ليش أتغنى بفريق ما حقق شيء ليش ما تغنى طيب لما أحقق أرقان قياسية ما حقق شيء ما حصد شلون ما حصد؟ من جد وجد ومن زرع حصد حصد الهلال جد وجد وزرع بس لسه ما حصد الآن حصد بس حصد قبل يا أخي كسر السلسلة سلسلة انتصرات ما تغنيت فيه شمعنى هالحين؟ أنا بسألك سؤال هل أنا أتكلم لك بمانطق هل الهلال لو يحقق ويكسر للرقم القياسي وتيدي آخر الموسم ما حقق ولا بطولة هل هذا إنجاز؟ هو إنجاز نعم نتحقق رقم قياسي لكن هل هو إنجاز لفريق كبير؟ بالأخير راح يقولون الجمهور موسم صفري بالأخير راح يكتب في موسوعة بنس وراح يسكر صح ولا فيه شيء ملموس إنك حققت بطولة فهمت؟ الهلال متى أنا أتغنى في الهلال الآن وقت إنك تغني هذا المنطق إنه الهلال الآن يحقق في هذه المجموعة يحقق فهمت؟ طيب أنا يا عاصم اسماح لي نبي نفصل الآن عندي ثلاث جزئيات أنا نبي لما نتكلم عن الآن الآن ما يكمعك أنا مجرد إني بجأ نبي نبي الآن يعني بداية الموسم بعض جماهير نبي نبي قالوا إيه كان بالنا مدلب عالمي جاب جيسوس ممكن أنه مدلب طواري وله علاقات مع مسؤولين في نبي 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 فاركبت الموجة إنه إيش موسم واحد ممتاز الآن بعد تحقيق هذه البطولة يجدد نبي نبي الهلال مع جيسوس حتى عام عشرين ستة وعشرين وش رايك أول شي عبد الرحمن قبل أن نتكلم عن جيسوس أتكلم عن الهلال لماذا الهلال يكتسح على الخصوم وحقق 34 ونصار من الثالث ولن أخلي هذي آخر شيء والله يفضل أنك تجاوب على السؤال يتمنى أن نتكلم بالجزء شؤال جيسوس جيسوس آخر موسمه أنا لو تسألني كمستوى شخص كل شيء يحدث في الخصاة ما تدري عنه لما تيجي إدارة هلال وتجدد مع جيسوس في هذا الوقت بعد تحقيق البطولة أكيد لها مبررات في التجديد في هذا الوقت لكن أنا لما أشوف كشخص متابع بسيط له عمق في كرة القدم أنا أشوف أنه الهلال يجدد الآن مع المدرب أنا أشوف شوي ما أدري أفا هو في بوادر أنه جيسوس هو تولي حققه وكأس السوبر حققه بس أنت منطقيا المشاعر في كرة القدم كم قسم شوف هذا الكلام عميق كم قسم أتمنى أنه كل شخص الآن يناظر لازم يصحص المشاعر في كرة القدم ثلاث وش هي فرح حزن تشتت فرح حزن تشتت طيب فرح حققت بطولة حزن كنت بتحقق بس خسرت في آخر تشتت ما بين هذا أو هذا ما تدري أنت بدون مشاعر يعني خللنا نقول فرح ينتج عنه تشبع حزن ينتج عنه إحباط يا سلام تشتت ما تدري ما تدري مشوطة مثل الهلال بداية الموسم مع قضية جيسوس تشتت حنا نذكر الهلال في فترة سابقة مع رامون دياز تحس أنه وصل مرحلة تشبع أنه تحس الفريق محقق إنجازات فقاعد بعد الاثنين دوري واثنين دوري ابطال آسيا حتى بعض جمهر الهلال يقول يا أخي كأنه لاعبين هذا الهلال وصلوا إلى مرحلة تشبع شف المدربين أنواع وأشكال في كرة ما في مدرب كامل إنسى إنسى أن تحق تجيب مدرب كامل الكماس صفة لله سبحانه وتعالى لما تمسك مدرب أنت وما بعد الفرح كيف يتعامل المدرب بعض المدربين بعد الفرح يقول لك أنا بمشي يقول خلاص أنا حققت أنا بمشي سلام عليكم تسألوا ليش هو ما عنده في شخصيته زرع تحدي جديد وفي بعض المدربين لما يأتحدث الكارثة هو ما عنده أنه يحيي أمل جديد وبالتالي يقول لك أنا بمشي أنا بأحفظ تاريخي وفي بعض المدربين ووقت التشتت يقول لك أنا ما أقدر أعيش في بيئة عشوائية أنا بمشي بالأخير أصعب مهنة أنا أشوف في العالم مهنة التدريب في كرة مهنة تدرب كرة تقدم في نادي جماهيلي وخاصة في المملكة أصعب مهنة أصعب الحارس يخطي الحارس يخطي الحارس يخطي ما يتصدي يرمون على المدرب المهاجم يضيع يرمون على المدرب هذه ثقافة وهذه مشاعر أنت تتكلم عن كرة تقدم بيرمي على المدرب دائرة قضية جيسوس أصبر إذا كان عندك مساحة أنك تجدد معه بعدين بس المشكلة أنه الهلال أنه لما يحصد سيبدأ الموسم الجديد فهمت؟ فهو طبيعي التجديد مع جيسوس هو أمر طبيعي بس أنه المفروض يكون بعد طيب أنت الآن تتكلم عن ماذا عن جيسوس بعد تحقيق الإنجازات طبعا الآن دعني أرجع التاريخ بمفيكا ثلاث مواسم كان معاه لما نتكلم من موسم من 2015 إلى 2018 حقق معاهم بطولات تمام وتاريخ وهو صراحة كان من المدربين العظماء في تاريخ البرتغال أول خروج من البرتغال خرج ننادي الهلال تمام جاء ننادي الهلال حق كاس السوبر نذكر فترة سامي الجابر طالع بظروف يعني الكل يتكلم ممتاز اختصر دخلنا على فلامينغو حرفيا عاصم حقق كل شيء وأخذ وصافة العالم تمام يطلع للدورية التركية يحقق كاس تركيا ويترك الفريق الآن جايك النادي الهلال فممكن البعض يقول أنه يا أخي المدرب سنة ويمشي سنة ويمشي مع أنه يحقق إنجازات بس سنة ويمشي سنة ويمشي فالبعض يتساءل هل هي مشاكل مع الإدارة أنه في التفاوض غير التفاوض أو أنه مدرب يوصل للمثلا الإنجاز ممكن أنه يعني خلنا نقول أنه خلاص يبرد شوي أبعلك المدرب التكتيك الناس تربط المدرب التكتيك والله غلط طب المدرب هو التكتيك غلط غلط كيف يا أنا تحدى أي شخص يخي في ناس تلعب على الناس في ناس تطلع بالمشهد الرياضي وتلعب أنه المدرب تكتيك مش تكتيك المدرب لا طب يا أخي المدرب المدرب لوحة يجيب لوحة ويجمع اللاعبين ويقول يا فلان كذا 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 وطلعنا بتكتيك رحمان أنا في الجامعة درست مادة مهارات التواصل أكيد أيوة هذه أهم من التكتيك شلون مهارات التواصل أنت لما تصنع إنسان ناجح يجب أن تكون لديه مهارات التواصل هذه مادة المنزمة من كل الناس ستدرسها في كل جامعات الآن شفى الآن أنا بصير فيليسوف مهارات التواصل كيف تتواصل مع اللاعب في مدربين يخترع يخترع في كرة يخترع يخترع أساليب مخترع في كرة القدم إنشتاين في كرة القدم بس ما يعرف يدرب ما عنده مهارات التواصل نالعبين بيلسة مدرب يعني كل يعرفه هذا مخترع هذا يخترع أساليب لو نعطي ناس أنا عارف في مخترعين في كرة قادمة بس في ناس ما تعرفون على سبيل المثال درب معناه ليدز يونايتد في الدولة الإنجليزية هذا مخترع ما عنده مهارات تواصل ما عنده مهارات تواصل التدريب مو مو تكتيك يا أخي طيب مثل لي مثل لي مدرب عنده مهارات تواصل يجعل من الفريق فريق فتاك مهارات تواصل مثلا جيسوس عنده مهارات تواصل بس إنه عميقة لا جب لي مدرب عالمي عنده مهارات تواصل ناجحة تؤدي أنه فريقه يصبح فريق فتاك غض النظر عن الأمور التكتيكية هو عمل هو الصيفات تحطها في الخلاط بس مهارات تواصل قصدك إيش تواصل المدرب مع اللاعبين يا أخي بسم الله هذا المدرب دق على اللاعب كيف يتواصل مع اللاعب هذه لا طرق اللاعب عبارة عن أداء شفت كريستيان ورونالدو ما عليش جمهور النصر يعذروني كريستيان ورونالدو مع نادي النصر تستغرب من هذه التصرفات خاصة لما تتكلم عن مستدلات أترك تصرفات كريستيانو أتكلم عن بالملعب تستغرب صح اللاعب أداء بس فيه فيه لاعبين تعطيهم مساحة أنه يتحرك فيها بحكم أنه لاعب كبير مثل كريستيانو هذول اللاعبين المستثنين في إعطاهم حرية في التحرك كتصرفات بس بالأخير هو لاعب أداء أنت تتحرك اللاعب زي ما تبغى المدرب يحرك اللاعب زي ما يبغى افهم المدرب يحرك اللاعب زي ما يبغى بمعنى أنا مدرب عندي مهارات تواصل أبغى أوصل شيء لللاعب كيف أوصل لهذا اللاعب اللاعب حزين كيف أعيش معاه المدرب يجتمع تحته أشياء كثيرة نفسيا أنت تطبيب نفسي المدرب الناجح يورغون كلوب وبيبك ورديولي ليش هم المشهورين اللاعب في كوردخل ياخي وقت الخسارة راح يجسمع اللاعب يجسمعه ايه أنا أقول لك مثلي مدربين عالميين يعني عندهم العامل هذا اللي يجعل من فريق فريق يعني يضرب فيها المثل ايه أنا غض النظر عاصمة عن التكتيك ايه مهارات التواصل اتكلم ايه فهمت ايه اجرس أنا مع اللاعب وقت الفرح وقت الحزن كيف أدير المشاعر كيف تدير المشاعر أنت تتصير طبيب نفسي أنت وضعت خطة كيف تمررها لللاعبين كيف تشربها لللاعبين فيه مدربين تكتيكيا مغمورين بس حق فكرة القدم مشيرة ناجعة لأنه ضرع فيه أشياء والتكتيك آخر شي تكتيك آخر شي ممكن أن تجيب تكتيك مجرب بس أنك ما تقدر تتربوا لللاعبين عندك مشاكل أنت في مهارة التواصل عندك مشاكل في شخصيتك أنت ما طورت نفسك أشياء آخر تدري في دورات المدربين دورات المدربين ترى مو كلها تكتيك أخلب الدورات كيف تتواصل مع اللاعبين كيف تتواصل مع الإدارة كيف تتواصل مع الإعلام كيف تدير المشهد كيف تطلع في المؤتمر الإعلامي هذا تصدق يا عاصم هذا التدري في المدرب مو تكتيك الأمر النفسية شدني صراحة مدرب عالمي حقق إنجاز ما أحد وصلها للإنجاز قبله مدرب زيدان عدن مدريدي أي مدريدي متعصب زيدان أحس كل لاعب كاعد شلو أنا أقول لك الذهنية فل بالفريق تحس أنه ذهنيا حاضر حتى لو كان الخصم أقوى منك فتحس أنه أنه الريال ممكن أحيانا يخفق في التكتيك بس ذهنيا حاضر زيدان غلب عمالقة التكتيك في كرة القادمة عمالقة التكتيك غلب أن شلودي هو معلمه في التدريب بسبب؟ بسبب أنه عنده كل المهارات دي عنده بالفبط فتنتصر جائما هذه هي اللي تنتصر في الملعب وهذه تكتسب مع الوقت وهذه ممكن تخسرها أنت مع الوقت أنت لما تكبر بالعمر ممكن تخسر جانب طيب الآن يا عاصم خلنا نرجع للمدرب جسوس ويستيش توقع للمدرب جسوس؟ مع هل الصفة؟ أنا ما أدري أنا المدرب لا بوادر أو أشياء أنت شفتها في مباريات أنا ما أدري بس أنه لما يجدد سنة سنة ما أدري يعني فيه هل عنده مشكلة في التواصل مع الإدارة المدرب ما فيه مدرب ما فيه مدرب ناجح ما فيه مدرب يعمر معك يجي يوم ويقال سواء ممكن يقالوا نتائجك إيجابية فيه مدربين طلعوا نتائج إيجابية كان يحققها وممكن تطلعوا نتائجك سلبيا وممكن تطلع برغبة من الإدارة يعني تسوس في الفترة السابقة طلع كان محقق نتائجه شفت طلوعهم من الإدارة قررت أن تطلع المدرب فقضية المدرب ما بيجي يوم بيطلع بس أنا أقول حتى جديد مع الوقت هذا ما عاد طيب كيف شفت عاصم ذهنيا مع اللاعبين المدرب اللي بكما أرى التواصل جيسوس شف ما فيه لقطة كده شدتك أنه تقول يا أخي هذا الهلال لماذا قوي تكتكيا المدرب جيسوس هو المدرب الوحيد اللي شفته في الكرة السعودية اهتم للتفاصيل الصغيرة لمعنى لاعب أخطأ في الوقوف في الملعب أخطأ في الوقوف ما وقف كويس في الملعب تبوزيشن تواضع ما وقف في المكان المربع المفروض يدثيه أخطأ في حالة المفروض لو أنه سوى الصح كان هيؤدي إلى حدة في موقف هجومي أو أنه ثغرة ديثاعية المهم التفصيل الصغير أنه المدرب اللي يخلص اللي يخلص من المباراة يروح يوقف مع اللاعب يوجه وقتل بعد المباراة حتى لو كان فايز حتى لو كان فايز ونستشأ اللي يتابع بيب بورديولا وهو نموذج في هذا الشي اللي خلاله ينجح يا مدرب يهتم للتفاصيل الصغيرة مدرب فايز في دور الأبطال يروح يوجه اللاعب أنت عاصم قلت لي تكلمت لي عن لقطة حصلت ما بين مدرب جيسوس و سالم وش هي هاللقطة؟ في لقطة أنا شفتها وأنا دائما أنا ملاحظ هذي في جيسوس بعد التدويج يعني الكل فايز يعني ناسي لهم براتك مدرب يمسك سالم يوجه سالم لاحظوا أنه راح اللاعب هو يعي هذا الشي بسبب الهش اللي وصل له سالم الدوسري حسنا بنتكلم ننتكلم عن سالم يعني أنت رحت نلاعب سالم الدوسري في وقت فرح وتوجه اللاعب تكتيكيا هذا دليل أنك رحت للعب الصح في الوقت الصح في وقت الكل ينظر النقطة لكن هو صح لأنك تهتم للتفصيل الصغيرة شلون يعني أثناء التدويج راح السالم ويش سوى؟ وجهوا في أشياء تكتيكية أخطى فيها يعني أو أن ملاحظات يعني ملاحظات هو وضعها ما اسمع قول يا عاصم هذا اللاعب هذا اللاعب شاي البطولة وجاي المدرب يناقش في ملاحظة تكتيكية هذا المدرب ينهتم التفاصيل تكتيكيا أنت لما ممكن هذا لو ما وجهت اللاعب ممكن يؤثر عليه بنتيجة في مباراة بعد خمس جولات وبعد ست جولات هذا التفصيلة هذه مهمة لأن الكرة القجم تفاصيل اسمها الطالب الذكي أو الطالب الشاطر والطالب الدفور يطلع من الاختبار ترى فعلا هذه ممتشرة العادة في الطلاب اللي يطلع من الاختبار وش يسوي؟ أخطى فيه سؤال تقولوا دفور كله لا سيلة حلها صح السؤال أخطى فيه ويدلي أنه أخطى فيه بس ميدور شو جوا بعد الاختبار ونطلع بحث عن الجواب الصحيح مهتم بالتفاصيل عشان ما يخطي فيه مرة جاية ممكن يتكرر عليه السؤال ممكن يتكرر عليه السؤال بعد خمس سنين بعد ثلاث سنين المدرب يعرف الخطأ بس ممكن ينساه بالحصة التدريبية الجاية بعد يومين بعد التمارين الاسترجاعي ممكن ينساه أكيد وحنا بشر ممكن والله نسيت فأنا ودت أنا روح اللعب ووجه اللعب مهتم بالتفاصيل وضحت يا أصر هذا من النقاط القوة اللي يتميز فيه الهلال فنيا أبتكلم عن الهلال فنيا الهلال لماذا؟ لماذا الهلال ناجح في الملعب؟ لأنه يطبق قرط القدم بكل حالاتها لا ما أحينا بنتكلم تكتيكيا لأنه يطبق حالة الدفاع وحالة الهجوم والتحول من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع فيه واحد سألك يقوله وشيو؟ ولا بعد شوي تتسأل وشي؟ ليش الهلال تسكر على لا شوي جاء لأنه يطبق الحالات كلها بامتياج والهلال نظام واحد يخطي أنا صحي خط زميلي فيه قصور فيه لاعب صار عنده وجهاء ترى شفت كل لاعب يوزح مجهوده على حسب أنت بش فيك تنظر الله لأنه تعديني نص ساعة ياسم أنت ما تلم يعني جمه رأي لأنه ما يستاهل؟ لا يستاهل والله بس بعده في الوقت إذا طال لا لا هذه حلقة تستطيع خلاص تمام أسلم الآن أنت في المباراة ما رحيان يصير عندك قصور ما رحيان يصير للاعب قصور بمعنى أنت تلعب ستين دقيقة فيه خمس دقائق بتسوي استرجاع ترى كل لاعب يسوي استرجاع في وسط المباراة أنه يتحرك خطوات أقال يسترجع لاعب اللي يسمونها بمصطقة الإنجليزية ريكاثري اللاعب الهلالي لما يسوي ريكاثري اللاعب الآخر يقوم بمجهود أكثر لتغطية مهام هذا اللاعب اللي قاعد يسوي ريكاثري هذا من أسرار الهلال والله يا عاصم أنت الآن تتكلم عن أمور ممكن الأغلب يجهلها شف هذا صراحة يا عاصم هذا الكلام عميق عميق جدا وفي نفس الوقت منطقي لما تستوعب هالكلام تدرك أنه فعلا موجود اللاعب قلب دفاع قلب دفاع طلع للركنية هذا التفاصيل طلع للركنية ارتداد للفريق الآخر أنا لاعب جناح مني بمطلوب غطي مساحة قلب الدفاع أنا أروح وغطي الهدف اللي سجلوا مالكم على الاتحاد من المدرب اللي مهتم للتفاصيل أنه موجيسوس يستخدم شرعة مالكم لإيقاف تحولات الخاصة مني أضعه لاعب متأخر في القراءات ثابت واللعب يعني أنا لازم أغطي كل لعب عنده خطأ شف بسم الله هذا عنده إيجابيات وسلبيات وهذا عنده إيجابيات وسلبيات كلبالي على البلاية إيجابيات سلبيات ما في لاعب كامل حتى كريستيان وميسي حتى كريستيان وميسي إيجابيات سلبيات إيجابيات سلبيات إيجابيات سلبيات ويجابيات ذات تغطي على ذا ويالله 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 ويجابيات ويطلعون بشكل كامل لمصلحة الفريق فهم أنا عندي سلبية بطء مثلا قلوب الدفاع في الارتداد مثلا أنا أغطي أني أنا عندي لعبين سرعات أخليهم يقفون في آخر شيء مو لاعب سريع لا سريع مع اتخاذ القرار والاستعاب الدفاعي مع وعي طيب أنا عندي مشكلة أن اللاعب ما يسجل ما عنده المهاجم أخلق من سلبيات هذا اللاعب أنه مثلا ما ينهي أنه أخلي لاعب إيجابي أكثر أني أخفي عيوبه وأطلع إيجابياته أكثر يعني مثلا الآن اللاعب الحمدان شفنا جيسوس يراهن عليه كثير وصراحة المبرأة الماضية ما هي مبرأة الاتحاد الذي يشارك فيها أدى ممكن أنه جيسوس يستخدم مزاياه نتكلم أنه نادي الهلال نتكلم أنه نادي الهلال يلعب بدون متروفيتش مع ذلك عنده أكثر من حل أمبغيت بالتسديد ياخذ الميزة الموجودة عند نفذ وعند سافتش يعني شفنا الكرة اللي بالعارة من سافتش أمبغيت بالاختراقات عندك سالم أمبغيت بالسرعات عندك ميشيل فيأخذ ميزة كل لاعب متى تحس أن اللاعب متى تحس أنه متروفيتش تفقده إذا كان الهلال سيء فتحتاج قدرة متروفيتش التهديفية الفردية هنا راح يفقد الهلال متروفيتش إذا كان الهلال حاضر كمستوى نظام وستوى جماعية الهلال ما هي راح يخطي غياب أي لاعب لأن النظام موجود لأن اللاعبين يعرفون بعض لأن كل لاعب يعرف الآخر وأزيد على كلامك يا عاصم أنه في فترة من الفترات لما الهلال كان ينافس باسي لما كانت عقدة النادي الهلال أيام سيدني أيام أراوة كان يقول المشجع الهلالي آخ أبي مهاجم ينهي فجأة جاك بوميز صار صاحب منها قال هين نادي الهلال تغيره بشكل كامل أصبح حتى الظاهير يسجل هذه هي القضية فهمت لما نقول لك النظام أنه عندي أنا عصار عندي قصور الكل يغطيها القصور هذه شيئا تفاصيل تكتيكية بالنسبة لأمور تكتيكية لو نأخذ أن الهلال يعني بعيدا عن أشياء جوى الملعب يتفوق الهلال على الخصوم بأشياء كتيرة لو نقول أنه التكتيك أخر شيء ما نتكلمنا عن التفاصيل اللي نقول التكتيك الهلال لا يقيا يعني دكتور في توزيع الجهد اللي يقف الملعب يعني في ناس تقول له الهلال ليش العنبليس ما يجيهم اللعبين يصابعت لا لاعبين نفس اللاعبين تروا اللي عندك هم النفس اللاعبين عندنا عندك بس هنا يعرفون كيف يشغلون يخزنون المخزون اللياقي صح يوزعونه في أماكن الملعب مثل نسرع رتم المباراة ونقلبها مباراة بدنية مثل أنا نقلل رتم المباراة مثل أنا أداور في الملعب مثل لعب هذا يشوي ريكابري في الملعب مثل أنا أغطي على جميلة في الملعب أيضا لو تلاحظوا الهلال من الأشياء اللي يتفوق فيها على خصوم أنه بعد الدقيقة سبعين دقيقة ثمانين بس فريق واحد يلعب بدنيا أنا أتكلم أنه الهلال فقط وهذا تجي الأشياء عوامل كتير من ضمن الإعداد في أول الموسم من ضمنها الجهاز عندك أيضا التغذية لللاعبين حش اللاعب أصلا اللاعب اللي طلع من النادي أنت ما تدري عنه هل اللاعب عنده حش احترافية ولا لا خلنا نستذكر يا عاصم الفترة اللي كانوا جمهور الهلال مع جيسوس كانوا يقولون والله الهلال هش شوي ممكن أن يهش خصوصا قدام نادي النصر وكسب النصر المباراة اللي هي نهاية البطولة العربية الهلال أغلق احتياجاته بعد البطولة عرف أني أحتاج مهاجم هداف وعرف أني أحتاج اللاعب اللي راح يكون نص الفريق وهو بونو وشفنا الأرقام اللي حققها شباك نظيفة أيضا الهلال في مسألة استقطاب لللاعبين لو نقول أن الهلال نوعية اللاعبين الناس يقولون ما قبل بداية الموسم الهلال جاب لعبين عديد بالنسبة لأسماء الهلال قضية اللاعب أنت تجيب لاعب تقدر تعصر اللاعب كستكيش عامل سن لا لا أنك تقدر تعصر اللاعب من جميع النواحي في بعض اللاعبين الاسم حقي أنا جاي للدوري ما عليش يعني خلنا نقول أنه دورينا الآن قاعد يحاولون أنه يطلع قمة الدوريات العالمية وهو يستحقر دوريك انترك اللاعبين يطلع بالإعلام أكيد اللاعب يطلع بالإعلام أنا والله جاي للدوري السعودي هو من قوة دوريات شلون وضح وضح كلمة وضح وضح كلمة أنه يعني ما يشوف دورينا لكن دوري الحماسي شلون هو داخليا يقول أنا ليش أركض ركض يعني أخذ معدلات ركض أعلى في المباراة ليش أنا أحضر للمباراة ذهنيا بشكل قوي يعني مستصغر الدوري هذا القيمة الدوري فالهلال جاب لاعبين حاول يدخلهم لأجواء الدوري عاصر كل ما في اللاعبين يعني لما تجيب رب النفس أداءه أفضل أداء من أداءه فيه الفرهام صحيح ولم عاصره استفاد منه تقريبا بسبب المنظومة بسبب النظام المدرب نوعية اللاعبين اللي يقف أمامهم وأيضا تركيبة اللاعبين كل لاعب مفصول خصائصه عن الآخر صحيح وأصلا بداية الموسم كانوا جمهور نادي الهلال لما أوكي دعموا اللاعب نفذ ودعموا اللاعب سافيش بس لما تشوف هؤلاء الأسماء سافيش هي اللاعب كبير بس نفذ لما تقارن مع بروزوفيش بس شوف اختيار نادي الهلال جاب لاعب وفعلا يحتاجه وهذا اللي تكلمنا عنه يا عاصم أنه لا تنظر لللاعب كونع عالمي يعني أنه سفر أنت تذكر في ايه في ايه في ايه هذه خدعة ترى يلعب الجماهير نادي الهلال أجلب لاعبين جلب لاعبين صراحة يعني لا هم اللي عالميين وسوفرستار وخلنا نقول في ايه لاعبين خلنا نقول يعني معروفين ولكن ما هم في ايه بالأخير استقطب نيمار وشفنا واش حصل مع نيمار الهلاليين الآن الآن الجمهور الجماهير الأخرى التي تمتلك اللاعبين في ايه الآن يقولون الهلال سيحقق كل البطولات جلبت اللاعب بناءنا الاحتياجي وليس بناءا على اسمه خلنا نتكلم يا عبد الرحمن أكثر عمقا من هذا الكلام اللي تشوفك تشوفك كل الناس يقول خلنا نقول كلام ما ينقال طيب مثل حنا نقول نقول اللي ما ينقال تمام اللاعب الفئائي هل تقدر تعصر اللاعب الفئائي هذا جايك متشبع على سبيل المثال كريم بن زيمة محقق القرى الذهبية محقق الأبطال أسطورة مخلدة بريال مدريد خلاص جاي الاتحاد يعني انت لاعب فئائي تبت تترزز فيه بس هاللاعب الفئائي هذا ترى رب بضار رح نافع إصابة نمار للإله بعضهم يا عاصم يجي ويقول لاعب فئائي يفيدني تسويقيا انت مش محتاج تسويقيا انت اللي يهمك بالأول والأخير بطولة جو الملعب هل اللي بيدخل جيب المشجع فلوس من التسويق ولا يبغى بطولة لا بطولة هو اللي يبغى والبطولة أصلا هذي تجربة المال يا أخي فئائي انت تبغى فئائي ليش فئائي يعني انت ممكن فئائي بلش المدرب ما يبغى إمكانيات فئة اي هذا انت تبتب لاش انت المدرب يطالب انه يلاعب اللاعب عشانه فئائي وهو يجامل اللاعب على حساب الفريق والفريق بيدخل في دوامة كارتية خلنا من موضوع فئائي وموضوع اللياقي الموضوع الهلال ما بعد المباراة كيف يتعامل الهلال بعد المباراة يتعامل الهلال عن ضرق الاستشفاء والأشياء اللي تصير جوه النادي والأشياء اللي يعدينا نشوفها في غرف الملابس اللاعبين توزيع نوعية اللاعبين القياديين في نادي الهلال يعني بالله عليك عاصم تخيل انك لاعب في نادي الهلال وحطمت سلسلة الانتصالات كانت كانسان طبيعي ممكن يجيك حالة من انه خلاص كسرت السلسلة الهلال مباراة بعد مباراة يصبح اقوى حتى مع غياب هدافة مثل فتش فهذا دليل على انه انه نادي الهلال يعرف كيف يتعامل بعد كل مباراة كيف طيب يتعامل كيف يتعامل مع كل مباراة انه انت ما بعد المباراة انت تقدر تفصل الماضي وتدخل للخطوة القادمة هذه عملية صعبة ترى دهنية يعني القضية في غرف الملابس والغرف المغلقة عملية الفصل من ما قبل وما بعد جائما ما قبل وما بعد هذه قضية قضايا نجاح في كل شيء قبل و بعد قبل و بعد كيف تتعامل مع بعد وما قبل وتفصل وتش قضية صعبة الهلال يعني يعني خلنا نقول حتى الهلال لما يحس انه سيء في المباراة كيف يكون واقف بشكل ممتاز على المستوى التواصل بين المدرب واللاعبين على مستوى قضية النار فزا انه انا ممكن يعني انت خسران واحد صفر او انك انت متعادل الى اخر الدقائق يخي فيه برود عجيب هذا البرود ترى ما جاء من فراغ خلنا نستذكر المباراة لنشف تريق الهلاليين خصوصا في الشوط الأول مباراة الهلال والاتحاد 4-3 شوف كيف تعامل نادي الهلال مع النتيجة رغم انه الاتحاد كان اكثر شراسة بشوط الأول هاديك مباراة الهلال غير هاديك مباراة الهلال غير بس برضو يعني هلال الموسم هذا خلنا نتكلم عن هلال الهلال ضد ضماك الهلال ضد الرياض يعني الهلال مؤمن انه بيسجل فيه ايمان سجلت حتى اول ما سجلت بس فيني ثقة والثقة ذي جاية من اشياء قاعدة تصير خلف الغرف المغلق وحنا ما نبغى نكتر كلام اللي بننتقل المحور آخر هاي على طريق ثقة يا عاصم انا بكلمك عن اللاعب انت تخيل معايا عاصم انك لاعب تمام تدخل جو الملعب تضيع فرص ما يحالفك الحظ احيان يجيك عتب من الجمهور بعضهم يمكن يجيك ويقول يهتف حتى في مقر النادي في التمارين حس يا عاصم بش بتكون ردة فعلك بحباط بحباط صح صراحة يعني لما نكلمك بشر بيجيك أحباط صحيح شوفه بقولك شيء عبد الرحمن انت جاوبني صح ولا لا ابشر تبغى فتصل لك بهذا الكنان دقيقة انت بيجيك أحباط تخيل حتى بالتمرين يجيك الجمهور ويقول حس يا عاصم وانت قاعد تتمرن انت قاعد تحاول تتناسي أخطائك نبي نتكلم الآن عن اللاعب سالم الدوسري سالم الدوسري كيف كان وكيف صار وما شاء الله تبارك الله أغلب الأرقام اللي يحققها قريبا ممكن في نهاية مسيلة إن شاء الله أنه يعطي سنتين أو ثلاث سنوات ولكن أنت متخير يا عاصم أنه أغلب الأرقام اللي يحققها لا في كأس العالم للمنتخبات ولا في كأس العالم للأندية ولا البطولات القرية ولا أفضل لاعب في آسيا في آخر مسيلته الكروية فوش هو اللاعب سالم وكيف تعامل مع مسيلته الكروية باحترافية أبتكلم عن سالم سالم تتشبع الطرح فيه والطرح دائما يجي مع موجة إنه الآن مبدع في الناس تمدح فيه أنا كنت تمدح سالم وانتعرف كنت تمدح سالم في بداية الموسم كانوا ما يبغون سالم أنا أستشهد يا عاصم تذكر لما نروحنا لجولات ميدانية ناخذ أراء الجمهور تذكر لما كانوا لبعض الجماهير الهلالية كانوا يقولون ياخي ليش سالم يلعب نبي نيمار فأنت كنت حتى لما نطلح هنا نركب السيارة وكذا كنت تقول لي يا عبد الرحمن يعني سالم صراحة لاعب لا يمكن أن يكون في الدكة لو تدقى الآن على جيسوس ما هو باستهبال ترى وتقول تبغى سالم ولا نيمار هيقول لك سالم طب ليش عاصم هذا لاعب بغض النظر عن الإصابات هذا لاعب عالمي وسالم ما شاء الله لاعب موهوب وله صيته يعني عالميا الآن خصوصا بعد كاس العالم فأش اللي خلاك تقول أنه جيسوس بيقول سالم أفضل من نيمار مع النيمار له اسمه نيمار الاسم يخلي يتعالى وسالم لا يتعالى كيف؟ بمعنى أنه يتقبل أي شيء من الجمهور والمدر أعطيك على سبيل المثال أتكلم عن هذا الكلام إن شاء الله أن هذا الكلام يصل لسالم لأن هذا الكلام يعني خلنا نقول من شخص يفهم في عمق قرة القدم كلنا كل لعبين قرة القدم من خلال متابعتي أنا أنا القورة من خلال بحثي عن اللاعبين القدامة اللي ما لحكتنا عليهم كل اللاعبين يولدون يعني ولدوا من العدم صحيح تلقوا من بيئة فقيرة من بيئة يعني قرية تلقوا طالع لك من قرية مو في فمه جوارة صحيح؟ صحيح تلقوا يعني مولدين من العدم يعني هذا الكاس خلنا نمثل أن هذا الكاس هو المسيرة الفنية الكروية للاعب كرة القدم لاعب تو والد من العدم هو تلقوا يدور يعاني يعاني لين يوصل المسيرة الفنية المسيرة أنه خلاص هو لاعب كرة قدم محترف مسك الكاس صار أصبح إيش؟ أصبح إيش؟ لاعب كرة قدم محترف محترف اترك المعاناها اللي قبل عاناها الآن تغيرت حياته 180 درج أصبح لاعب محترف أصبحت حياته في عقود وفيها مفاوضات وفي الوكيل العمال أيوة أنت هذا الكاس تجيك فترات أنت يصير لك هبوط مستوى أنت أيضا يصير لك مشاكل أسرية يصير لك أشياء كثيرة عتاب من المدرج أشياء كثيرة يحاولون أنهم ينزعون الكاس بعضين تتمسك أنت فيه يعني تحاول أنك تداري هذه المسيرة أنك تطلعها بشكل ممتاز سالم الدوسري أعظم قصة معلش أنا من محب السالم لكن هذا إنصاف لسالم ووجهة نظري أنا بس واضح من أنت محبة شلون؟ يعني مو معلالي أنا هلالي وأحب سالم وفانزل سالم لا لكن هذا كلام واقعي فعلا من شخص منطقي هذا كلام منطقي قصة سالم الدوسري من أعظم قصص النجاح في كرة القدم كاملة منذ ما أنا أخترأت أسطورة من أساطير الكرة السعودية؟ أنا أتكلم لك عن سالم سالم تمسك هذا اللاعب كلمة اللي قلتها هانت قبر شيش حس يا سالم كل ما تحس خلينا نتكلم لغة عربية حس وش معنى حس؟ يعني خلي يكون عندك مسؤولية يا سلام أنت تخيل يا عبد الرحمن جاءت الوالدة الله يحفظه لك قالت لك حس يا عبد الرحمن أنت ما تتبه ولدي ماذا بتسوي؟ يخي بتضايق ممكن تدخل حالة هستيرية مع نفسك يخي ممكن أنك ما تنام في الليل وأيضا كلمة حس يا عبد الرحمن أو حس يا سالم أو حس يا عاصم هذه تدل على أنك شخص ما عندك مسؤولية فالشخص الآخر قاعد يوبخك حس يخي خلنا نتكلم بلغة بسيطة أنا لعب لعبت في مبرا يا فاشل اطلع يا متخادل يا غبي اتضيع كلمات دار جاي في كرة القدم عادية منتهي عادية حس أنت جبت لما عميقة حس حس وما في كلمة بعدها شي من قلب كلمة عاطفية يا رجل حس يا سالم شي من قلب واللاعب يمكنني ألعب الجمهور اللي يقول له حس مو جمهور الخصم جمهور اللاعب الفريق اللي يلعب فيه تمام هذه نقطة حس يا سالم جمهور والمدرب ما كان يحمي اللاعب كان يلاعب اللاعب والجمهور يقول له حس أنا أعتقد لو تجيب مئة ألف شخص وتحطهم في نفس الموقف كلهم حتنتهي مسيرتهم فيه أمثلة كثير اللاعبين في كرة القدم السعودية يحصل له معقف تقارنها هذا الموقف بسيط جدا تنتهي مسيرتهم حس يا سالم كلمة قوية يا عبد الرحمن حس يا سالم يا أخي أنا وقت سالم عدد دي الفترة يا أخي كنت ستشعر يقول لي أخي ما شاء الله كيف هذا اللاعب تخرج من هذا الموقف حس حس يا أخي كل ما والله يا هيد أوه ما حليش عبد الرحمن لو أقول لك اليوم حس يا عبد الرحمن حس يا عبد الرحمن حسك تدريش بسوي تدريش بسوي بترك المحتوى خلينا من قضية حس يا سالم يوم تعامل معها سالم سالم ما بعد حس يا سالم يتطور بأمور كثيرة سالم على المستوى لم تنسك سالم ما بعد التطور وقبل سالم على مستوى الشخصية قبل إلى الآن شخصية يعني مبو الشخصية اللي تقول أنه شخصية قيادية بالفترة لكن يحاول أنه يكتسب الشخصية يحاول يعني من المزايا اللي عند سالم من اللاعبين اللي يمروا في تاريخ الكرة السعودية هي يحاول وسيظل يحاول إلى أن تنتهي مسيرته سيحاول أن يكتسب الشخصية القيادية وسيحاول أنه في كل مرة ما يغلط الغلطة اللي غلطها سابقة وكل مرة يحاول أنه يكون أكثر وعيا تكتيكيا الشخص الناجح هو اللي يحاول ويستفيد من أخطاوه سالم ترى قبل سنتين أخطأ وتتذكر النهاية دوري أطلع آسا بس سالم يرجع ولا يكرر غلطته السابقة ويحاول أنه يتفاجئ هذا الخطأ يحاول ترى يا عاصم طرد في نهائيين سالم طرد في نهائيين كلها أمام مراوة واحدة باليابان واحدة توقع باليابان سالم يستفيد من الخطأ ولا يتابر عليه يعرف أنه أخطأ ويحاول أنه يعد الخطأ وما بعد الخطأ أنه يكتشف أشياء جديدة طب البعض يا عاصم يقول اللي اختلف في مسيرة سالم الدوسري لما ذهب إلى أسبانيا شارك في معسكر مع فيه ريال وبرضه لعب كلعب احتياطي هذا كلام كل الناس يقولون وهذه من الأسباب لكن سالم يقف مع نفسه كثير يحاسب نفسه كثير سالم يحس يعني فيه إحساس المسؤولية تجاه نفسه تجاه ما يقدم ومن عمل يحتنق كرة القدم يعني فعلاً لما تأخذ إذا إحنا أنا بنأخذ كمثال في ناس بتأخذ مثال إذا تبغى مثال بعد الكرة أنا تمنى أن يسوي فيلم سالم عن مسيرة عاصباً أشياء اللي ناقصة عنده أنا حتى شفت سالم يعني كنت أشوف مقاطع سالم الدوسري في فترات عصيبة سواء له أو للنادي كان لما يطلع من النادي يروح يتمرن أيوة هذه القضية يحترم كرة القدم وقضية أنه سالم سالم خلنا نقول ما بعد المباراة ما بعد البطولة تعاملوا غير عن كل اللاعبين السعوديين وخلنا من قضية هذه سالم سيظل يتعلم إلى أن تنتهي مسيرته ما رح يوقف عند نقطة سيظل يتعلم في بعض اللاعبين لما يصل المسيرة معين يقول خلاص أنا وقف هنا أتعلم ومشي على خبرتي لا هو يتعلم طب تتوقع سالم يعتزل في قمة مستواه أو أنه مثلا مثل بعض اللاعبين اللي خلاص يتدرج يكون مثلا دكة دكة يدخل فيه بس لا كعزيمة عند هذا اللاعب ممكن أنه إلى آخر رمق من مسيرته أتوقع على اللي نشوف وتوقع إلى آخر رمق بس إحنا نقول أنه سالم حتى حتى سالم سيظل يتعلم إلى أن تنتهي مسيرته وهذا اللي ما يخليه يتابر في بعض اللاعبين لما يصل هذا المستوى يتابر على نفسه قلنا نكون شعوديين وأضف ولنا في أغلب اللاعبين اللي مروا في تاريخ الكرة يصل المرحلة خلاص يعني يوقف يتعلم سالم يتعلم وسالم يستفيد من التجارب اللي تصير حوله مدرب يجي يستفيد منه مدرب مدرسة يختستفيد منه يجي لاعب يستفيد منه سالم بلغة بسيطة يحل اللي عنده وسالم حتى في آخر المباراة شدني منه شيء برات الاتحاد شفت الاحتفالية بالهدف احتفل باحتفالية نيمار دعما له حتى هو مصاب قاعد يطالع لنيمار يحتفل باحتفالية أنت رحت البعد آخر شف هو يهتم شوف أنه اللاعب ينظر للفريق كمجموعة كأن يقول نيمار أنت معنا ياخي اختصرها لك سالم أفضل قصة نجاح كروية في كرة القدم قلتها قبل شوي وعيدة كررها يستاهل 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 سالم وإن شاء الله أن الكلام يصل له ما في حد قال الكلام هذا كلام من القلب إن شاء الله لك إن شاء الله لأني أنا حس باللي حس فيه أنا حسيت باللي حس فيه ما فيه ما فيه أحد أعتقد رح يتعدل صراحا نتمنى إن شاء الله مسيرة جميلة وصراحة مسيرة مليئة بالعطاء إلى آخر مقل اللاعب سالم الدوصل فيه آخر جزئية حنا والله كثرنا لكن جزئية أخيرة أتكلم لك يا عاصم عن اللاعب مالكم 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 لما الهلال يصيب بعض الشكوك يعني خلنا نقول الآن نادي الهلال بدون اللاعب مثل الفيتش مالكم يجيو يعوه حتى أنه بعض جماهيد نادي الهلال من كثر ما هم متعشمين فيه يقول لا نبي مالكم رأس حربة رغم أنه السلوب هذا ما يفيد سلوب جيسوس صراحة ممكن يضطر فيه بالبطولة العربية لكن الآن الوضع مختلف فيلجأ أنه يلعب معاه الحمدان يلعب معاه صالح وشفنا أنه قدر ليهان مالكم وجيسوس وش القصة لما يطلع مدرب في المؤتمر صاحفي يمدح لاعب يمدح لاعب في المؤتمر ويمدح اللاعب مو في ظرف الموسم يتكلم عنه قديم في ظرف مباراة حساسة اعرف أن هذا اللاعب يعني تخيل ميزه عن زملاء وهو يستحب لأنه مالكم يقدر المدرب يمشكه في وسط المباراة ويعطيه أوامر أغلب اللاعبين ما يقدر يستوعبها يعني تخيل أنت الآن فيه اختبار خلنا نقول أنت فيه اختبار بالمدرسة تختبر قبل الاختبار خمس دقائق أنت بتكون متوتر صح أو لا صحيح أقدر أجي أعطيك لما أقول لك ذاكر هنا وذاكر هنا مستحيل مستحيل تشتت معلومة وقضية طيب لو نقول لك قبل الاختبار خمس ساعات أقول لك ذاكر هنا ممكن الاستعاب يكون مالكم في أثناء المباراة أنت تقدر تعطيه كده وتقدر تقوله كده ويستوعب هذا الشي ترى لما المدرب شف لما يجيك مدرب ويمدح لاعب ترى يعرف أن الموضوع له أبعاد أبعاد فنية تكتيكية جدا 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 ما راح يستوعبها وقلب قلتها أنا وناس جاء ويموني القضية مو لاعب يسجل ولا يصنع لا القضية لاعب يقوم بأدوار في الملعب يقوم بأدوار كثيرة في الملعب والعجيب يا عاصم أنه صفقة مالكم لما جال نادر هلال ما أخذت الزخم اللي خلنا نقول أخذه بعض اللاعبين لما مثلا نتكلم عن اللاعب خلنا نقول سافيش اللاعب مثلا خنا الزخم تصوير دقيقة مثلا بروزوفيش فيرمينيو لما نتكلم عن اللاعب محرز تحس أنه اللاعب مالكم أوكي الهلال وقع مبروك إن شاء الله نكون قد المسؤولية لكن اللاعب الآن ما شاء الله يعني من أفضل اللاعبين التصوير عمره الفلاشات والتصوير والشغر عمره ما تجيب شيء في الملعب العمق والفهم واحترام كرة القدم مالكم وسالم لاعبين يعني في الهلال طبعا معنفز وسوفج كلها اللاعبين بس مالكم مالكم هذا رضية بعد تكتيكي جدا جدا يستوعب أشياء كبيرة في الملعب ولاحظوا أنه هو اللاعب اللي غير المدرب توظيفه في الملعب في أول الموسم وكان الناس تنقدوا حتى مالكم ورا مواجم لاعب سريع لاعب جناح ما عمره لعب لأنه يعرف المدرب أنه هذا اللاعب يقدر يلعب هنا لأنه هذا يعطيني بعد آخر فيكسب المدرب الريهان واللاعب فالكل كسبان والهلال كسبان حتى لما مالكم يلعب كجناح أحياني يستوعب أداء فريق الخصم وأداء فريقه ممكن أن يتحول من جناح إلى لاعب خلف المهاجم يفتح مساحات وثغرات وينتج عنه هدف النادئ الهلال محظوظة الهلال بمالكم جميل يبغى له حلقة هذا مالكم طيب طيب نطلع لوجهة نظر عبد الرحمن في شيء نتكلم عنه في الهلال خلاص نكتفي صراحة طولنا عليهم لكن إن شاء الله إن شاء الله أنها يعني تكون حلقة إن شاء الله أنها تكون حلقة دسمة إن شاء الله لأنه عامل الوقت جدا مهم طيب وجهة نظر يبي ناخذ أول شيء سؤال طبعا أي شخص يبي يشاركنا بالبرنامج هاشتاق عصمر ميح منصة X أثناء المباراة اسأل أي سؤال فني طيب مصعب يقول هل تشوف بروزة وفرنادز مناسب لأسلوب جيسوس السؤال الثاني من اللاعب اللي تشوفه مناسب لأسلوب جيسوس في مركز الضهير هل كان سلله مناسب شكرا بروزة وفرنادز غير مناسب لأسلوب سبب لا لا ما لكم تبي ما لكم ولو بروزة وفرنادز أنا أخصر لهذا المشجه ما لكم حلو لأنه بروزة وفرنادز يلعب خلف المهاجب لو ناخذها كان يقول التشكيل ما لكم يتفوق على بروزة وفرنادز بأشياء كبيرة لو يقول لو تقول لجيسوس هذا السؤال يكني بيضرب صاحب السؤال يكني يقول لا تشجع لي طيب كان سلله لا غير مناسب السبب مع مدرب شخصية جيسوس غير مناسب لأنه اصطدم عبد بكورديلا اللاعب يعني مو متعالي بس يبغى حرية جيسوس يحب يكون رأس الهرم طيب محمد الحربي يقول هل نجح الاتحاد في اقفال مفاتيح الهلال مثل روبي النفذ وغيره من المفاتيح في الشوط الأول 10 دقائق 20 دقائق هذا مو اقفال هذا حالة فنية أنك كانت تكون أطرف أفضل في المباراة يعني أكيد أنك أنت تقفل بس 20 دقائق هل أنت تقفل 20 دقائق أهم شيء النفس ما كان في نفس ممكن اللاعب أصنع عنده قصور في المباراة طيب ورده تقول ليش جيسوس لعب كأنه مهاجم مش كانت الفكرة وهذا شيء لاحظه الكثير صراحة أنا هني ورده على هالسؤال طيب ليش كأنه يلعب كمهاجم لما تأخذ تركيبة لعب محمد كأنه وخصائص هذا اللاعب كلاعب وسط كلاعب محور لما تأخذ اللاعب لو تلاحظ محاور نادي الهلال لو تلاحظ اللي في الدكة كخصائص كخصائص لاعبية تقدر تلعب واحد منهم كمهاجم هو محمد كأنه الطول الطول طرح ما شاء الله على طوله عنده مرونة بعض الأحيان الطول يلعب كمحطة يقدر يلعب وظهره للمرمى يعني مرات محمد كأنه ووراه يقدر يستلم وظهره للمرمى في وسط الملعب تمام محمد كأنه يقدر أنه يضرب يعني خلنا نقول أنه يعني وقوفه ممتاز لأنه يلعب بين قلوب الدفاع خلنا نقول لماذا لا يكتشف محمد كأنه في مركز آخر ممكن ينجح مثل ما لكم ترى ما لكم ما لكم ما لكم لاعب خلف المهاجم بهذا الأدوار جسوس يحاول أنه يجد لاعب بهذا العمر ممكن أنه يكون حل طار للهلال كمهاجم إذا ما كان عندي مهاجم نستذكر لاعبي وهذه ما عليش عبد الرحمن هذه من التفاصيل الصغيرة اللي يهتم فيها المدرب أنه أنا أضع لاعب طوارئ للأشياء الطارئة ترى ممكن أنه مبرال جاية صالح الشيري يصاب صحيح الحمدان ممكن يجد حالا أنه لعب شاب ما عندي مهاجم أنا ممكن للعب محمد كنم كمهاجم عشان أنا ما أخسر زخمي سفج ونفز مالكم هذا المثلة المرعب فأنا أضع بدل ما أضع سفج كمهاجم ولا مالكم نضع محمد كنم كمهاجم وهذا اختراع وهذه مخاطرة والبقال المخاطر والمدرب الكبير هو اللي خاطر يكتشف ويختر صراحة أنا ما استغربت أنا كنت أتمنى من زمانه ويجي لائم مدربي يعني يتجرن ويلاعب محمد كنم كمهاجم ممكن ترى حتى يكون فائدة للكرة السعودية مع المنتخب ممكن ما هذا تستغرب ترى في لعبين كتير تغيرت مراكزهم كرة القدم هو أنا أعرف يا عاصم بس صعبة من لعب محور أنا أعرف أنه تغير المراكز يكون يعني من ظهير إلى قلب الدفاع مثل راموس مع ريا مدريد من جناح إلى راس حربة مثل رونالدو برضو من قلب دفاع المحور بس من محور مهاجم يعني يعني حتى حل طوارئ شي فيه ممتاز طيب بدر يقول الهلال إذا دافع ضده لاعبينك تعبوا وإذا هاجم ضده انفتحت المساحات وإشال حل برأيك حل حل برأيك طبق نظام الأربع حالات كرثة ضدم دافع ممتاز وهاجم ممتاز وتحول من دفاع الهجوم بشكل ممتاز وتحول من هجوم إلى دفاع بشكل ممتاز إذا طبقت هذا كالنظام حتجاري الهلال 90 دقيقة في المالحة إجابة مختصرة وجميلة طيب رايد العنزي يقول السلام عليكم أخويا عاصم ودي أعرف منك وش المشكلة في الاتحاد لا دفاع جيد ولا وسط يوصل الكرة للهجوم وكيف ترى مدرب الاتحاد على العناصر اللي عنده وشكرا على البرنامج الرائع استمروا فيه الاتحاد بشكل مختصر بالنسبة لهلال كل مرة يدخل بتشكيله كل مرة يدخل بأسماك كل مرة يدخل بخط دفاع جديد حتى اللاعب اللاعب لما يبغى يمرر الزميله وما يمرره بوضعية يعرفها أنه زميله عادي ممتازة طرح شف بالكورة لازم تعرف اللاعب وش الوضعيات اللي يفضلها عشان أنت تعطيه بالوضعية اللي يفضلها صح يكون فيه مرونة اللاعب بالاتحاد ما يعرف في الزميله وش يفضل بالأسهل ما عليش أنا عبد الرحمن بأسك سؤال كيف تعرف خويك وتعز خويك لا صد جوه صح تعرف متى أنه مبسوضه أصلا كيف تخلي الناس يحبونك صد جوهم يا سلاة لاعبي للاتحاد ولا لاعب صد جوه الثاني لأنه ما فيه نظام يا غنت والله العظيم يا أخي توصيلك للمعلومة فيه سلاسة لا عشان الناس ما فيه نظام ما فيه ناس تلعبوا خمسة عشر مباراة وراء بعض كتشكيل فأنا كيف أعطي لللاعب وضعية وكيف أعرف أن اللاعب يفضل على الأشياء هذه طيب المطير يقول هل الهلال يلعب على اللي ضده المصيدة تتسلل ولا لا مرات مرات دفاع متقدم دفاع متقدم مراحين شف خطوة ما سيتتسلش معناها أني أخذ خطوة للأمام مرات أخذ خطوة للخلف أني ما ألعب على المصيدة الهلال يلعب كل الأشكال جميل طيب مهند يقول ما أتوقع راح يجي فريق يوقف الهلال في المستقبل القريب السبب أنك زي ما قلت يا عاصم ما فيه ولا فريق يلعب مع الهلال 90 دقيقة كلهم شوط 20 دقيقة 70 دقيقة بل كثير هذا اللي راح يخلي الهلال يكتسح كل شي يأتي الفريق اللي يلعب مع الهلال 90 دقيقة حتى يأتي الفريق اللي يلعب مع الهلال 90 دقيقة هذا الهلال حتى لو الهلال من خلال تسعين دقيقة ما لعب عشر دقائق مش كويس الهلال ما يناهر الهلال هو مش كويس معيارية وعند الناس اللي كويسين كويسين يعني الهلال خلنا نقول هذا كويس وهذا كويس تمام وهذا مش كويس عند الفرق الثاني وهذا مش كويس عند الهلال مثلا الهلال إذا صار موش كويس هو يقابل كويس عند الفرق الثاني فالهلال هو موش كويس وصلاح أنا هني والله مهند يعني واضح أنه متابع للحلقات استشهد بكلامك 90 دقيق ويطبقون حالات قرص القدم الأربع حنا نقول طبقوا حالات قرص القدم الثلاث دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير الله يعافيك يا عاصم في شيء بعده عبد الرحمن الشكر لله سبحانه وتعالى ثم للمتابعين هذه حلقة يستهلونها جمهور الهلال بعد مطالبات ونشبات هنا قالوا تكلم عن الهلال نتكلم عن الهلال بعد ما حقق البطولة وهذا وقت انك تتكلم عن الهلال كل من يحقق بطولة سنتكلم عنه في حلقة مفردة جميل سواء نصر أهلي اتحاد أي فريق سنعطي كل ذي حقا وبرضي يا عاصم حتى بالحلقات المفتوحة إن شاء الله لما يكون فيه انتقالات برضو راح نتكلم عن أي لاعب جديد يجي للدوري يعني إن شاء الله البرنامج منوع بإذن الله أعطيكم ألف عافية وشكرا لكم وترى الحلقة هم الكل أعطيكم ألف عافية وشير حلقة حبيبي أعطيكم ألف عافية وتقبل الله مننا ومنكم صلاة العمال وكل عام وأنتم بخير سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي أتوب إليك والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر